بنرحب بكم مرة تانية عزيزة مشاهدين بنرحب بخابرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس كابتن ناصر اهلا السلام بكم نورنا ويشك حلو علينا ربنا خليك كابتن ايمن تحياتي لحضرتك طبعا واتحياتي الجمهورة ده الناد الكبير وتحياتي الجمهور الكبار كابتن شريف عب منام كابتن عليها ميهوب والكابتن هاني رامزي والكابتن عبدالرحمن مبروك يا كابتن مبروك عليكم مبروك على الاهلي اعزوا قولي م CAMPتن ايمن بالذبط النهاردة الناد الأهلي حقق مكسب كتير واque منої كتير واكور فيك اوه الاخبار اوهو لكن انا واحد على حتاءة مهمة جدا اننا الينا بنشتغل علي العالماء كابتن شريف النهاردة النهاردة على مستوى العالم اليهاردة نحنا ادينا صورة للعالم كله ان الكرة الافريقية كمان مش بس المصرية لكرة الافريقية النهاردة بتعلي وفي مكانة كويسة جدا نوانorie loved TO and that'sено جدا كده ن каждый اللское كانت لنهاردة اثبت للكل ان هو يعني تحكم في وهي74 كيمة وشأن الكرة الأفريقية. وده من خلال كمان اتحاد الفريق النهاردة بيشيد بأداء الناد الأهلي. اتحاد الفريق النهاردة فرحان جدا جدا جدا. إن ممثل الكرة بيحرز على المديلة البرونزية. وده الإنجاز اللي هل بنتكلم فيه ده هل بنتكلم عن المستوعات. سوى خاص طبعا مبروك للجماهير كلها. مبروك لمصر كلها. إن الأهلي فرح كل الدنيا. أتمنى إن شاء الله إن يتم هذا الإنجاز إن شاء الله في البطولات القادمة. قبل ما نتكلم كابتن أيمان على الحاكم. يعني أنا رايح الحاكمة مهمة جدا جدا النهاردة. وهي أتكلم على حارس مرمى ناد الأهلي لكابتن محمد الشنان. يمكن الكل طبعا أشاد بأداءه طبعا وكلنا طبعا نطفق على إن هو عمل مباراة كبيرة جدا جدا جدا. وكان سبب من الأسباب الرئاسي في النهاردة لناد الأهلي يفوز في هذه المباراة. عايزين نتكلم في حاجة مهمة بالنسبة لمحمد الشنان وكابتن. ضربة الجزاء اللي هي الأخير. تمام. هو جاهلك. كابتن أيمان عاوز أقول حاجة يعني أنت بتكلم في حاجة مهمة جدا جدا. محمد الشنان هو النهاردة أنا بشيت بيه. مش مجاملة. وده حقه إن هو النهاردة عنده ثقافة وفهمة لقانون كرة القادم. وده المهمة كابتن هاني. يعني النهاردة لما يكون حارس المرمى أو اللاعب عنده الثقافة بالقانون. أنت بتطوع القانون ليك. وده اللي احنا بقوله النهاردة كابتن هاني الرمزي النهاردة مدرب. كابتن شريف مدرب لابد أنك أنت تعرف قانون كرة القادم ليه. لأنك أنت حتشتغل مع لعبتك على هذا القانون. وده اللي النهاردة بنقول عليه محمد الشنان. الراكل الجزاء الأخيرة كابتن شريف. خلي بالك على الرغم من هو صد واللعبة نزلت وفرحت. ولكن لو أنت تلاحظ هتلاقي الحكم لسه مستنى يراجع اللعبة كابتن ايمن. هل هنا فيه تقدم للحارس أثناء التنفيذ ولا لا. وده لانا بشد به الشنانوي ممكن ما حدش تلاحظ كتير. ولكن لينك نتكلم على الكونان كابتن ايمن بقانون كرة القادم. فيه حاجة اسمها الإجراءات. فيه راكل الجزاء. وفيه حاجة اسمها التنفيذ لكابتن هاني. معي كابتن عادل. الإجراءات والتنفيذ. يعني ايه الإجراءات والتنفيذ؟ هاخد عنصر صغير قوي اللي احنا هنكلم فيه نهاردة كابتن شريف. وهو عندما يتم التنفيذ من اللاعب اللي حيسدد. ايه دور حارس المرمى هنا؟ هنا القانون بيجيبه أنه هو على الأقل. يبقى هناك قدم أو جزء من القدم على خط المرمى. أثناء التنفيذ. تماعك يا دنايميل على الأقل. جزء من القدم على خط المرمى أو على الأقل على مستوى خط المرمى. وهو ده اللي عمله النهاردة الشناوي في التنفيذ الركلة الأخيرة. كان هناك قدم ثابت على الخط وقدم تاني تتحرك. وبالتالي طبقا للقانون والتنفيذ هو نجح في أن هو يصد الركلة. وبالتالي شفنا الحكم اللي هو الحكم السنغالي. لما راح راجع كابتن هاني لقى اللعبة صحيحة. نعم. 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 والله هروح للحكم بس حكم ديه كابتن شريف محرورة. يعني شايدين نعطعك الحقيقي احنا مستمتعين بيك. وخاصة في النقطة الأخيرة دي اللي انت. أنا أقولي كلام ده ليه. انت تخيل لو حارس ما عندوش الثقافة كابتن عيمن. مهمة جدا. وكان ممكن النهاردة بعد الفرحة دي واللعبة بتجري. الحكم النهاردة يعمل يقول لك عيد. يقول لك عيد. مزبوط. ولكن انا بحي تاني شناول ان هو الثقافة ودي بنقول لها المين? لكل حراس كورة المسقدمة اللي عندنا. دبا. لقول لهم خلي بالكم من التنفيذ النهاردة بقى في الفر موجود. لو النهاردة الفر مش موجود الحكم ممكن الحاجات دي بيعاديها. هو عايزة تدريب كتير اول يا كابتن. نعم. نعم. محتاجة تدريب قوي جدا. اه. محمد الشناوي اعتقد كمان في التدريبات. هو مميز طبعا في ضربات الجزاء. والملاحظ كمان ان هو رجلي على الخط الاخر لحظة. وكمان في ضربات الجزاء ما بيديش زاوية للرجل عشان ممكن يغير الزاوية. فهو بيستنى كتير جدا جدا جدا. على لعب يعني قبل من الرجل يحط رجله. وده بيصعب الامور على. اللي بيشوت الكورة. على اللي بيشوت الكورة. عارف يا كابتن هاني انت بتتكلف في نقطة مهمة. انا لو انا بسدد النهاردة على شناوي انا هتحير. ليه. حتى في لعب لو انت هتلاحظ فيه لعب من بالمراس. اول ضرب الجزاء. وقف. وعدة وقف. شنا وقف. اول ضرب الجزاء. سابت. ليه. هو شناوي النهاردة من بيلعبش على الشكل. بيلعب على القدم. لحظة التنفيذ كابتن هاني. ودي الميزة بتاعت الحارس المرمى. انه لنهاردة بلعب على القدم وهي بتسدد. وزبوج. يعني هو عينه على كده. ومتاني النهاردة راح النهاردة في لعبتين جابهم. وفي كرة طبعا خارجت. ولكن انا بقول تاني ان النهاردة فهمه لقانون بشكل جيد. وتطبيقه لقانون كان نهاردة رائع فيه ان هو يصد. عايز افهمة تانية كابتن. حتت الوقفة برجل على الخط والرجل بر الخط. يعني انت تقدر تبعد. وممكن عشان تسد الزاوية ممكن تروح برجلك بعيد زي اللي عملها الشناو النهاردة. تمام. ولو لمست بس او جزء من رجلك لمس. وهو بيسدد. تبقى زي دي. صح؟ بالزبط كده كابتن العادل. هو ان شاء الله تقولك ايه. ساعة ما اللعب ما بيسدد. انت لاجب انك انت كحارس تبقى فيه جزء. او قدم على الخط. على خط المرمى. دي حاجة مهمة جدا. بالزبط كده. انا بقولك ان ده تاني بقوله برابر شناو النهاردة بجد انا يعني الوحيد اللي انا قلت قاعد وصل كده ان دي مش هتسعد هو كنت انا كنت انا كنت نهاني ممكن هتسعد معي قلت مش هتسعد ليه لان انا عارف شناوي كواس اول بيبقى بينفز ويطبق هذه الحالة بشكل جيد. طيب انا عايز اقولك حاجة بس اضافة لك واشتك بالشناوي انا بشيت بالشناوي من ايام ماتش ارجوي في كاس العالم. حقيقة الماتش ده بالنسبة لي الشناوي مش بيبحث عن نفسه عن هوية لا هو عالمي من ساعتها. بالزبط. ومازالت يعني لولا النتائج مدو بقى شو صالحنا. الحقيقة كان هو هيبقى في منطقة تانية خالص ومازال في منطقة تانية. تماما كابتن شريف. هندروح الحكم كابتن شريف كابتن علاء. خليت معي شوية عشان انت الحكم النهاردة انت يعني كلمتها الكتير. الحكم النهاردة السنغال. وحاول في البداية بردك ان التعيينة ديت كابتن شريف بردك اتحاد دولي لا ينظر ابدا ليه. ان النهاردة النادي الاهلي من كارد افريقيا. والحكم اللي هو ماجيتي نضاي من السنغال وهو من كارد افريقيا. وبالتالي حلقت تلاتة حكام كلهم من افريقيا ومعهم الحكم الرابع اللي هو كان الحكم الفيديو. كان ردوان جيد اللي هو كان حكم كلهم من افريقيا. وبالتالي ما عندوش مشكلة الاتحاد دول كابتن ايمن ان هو يلاعب تقم تحكم افريقيا ليه نادي من طبعا القارد. السنغال الماجيتي نضاي هو خمسة وثلاث سنة كابتن شريف. الحكم بنكلم فيه نمرة واحد. موهبة. خبرات. كمان هل هو بيشتغل على نفسه وبيتفرج وبيشوف وبيحل الألعاب ولا لا. يعني النهاردة الحكم مش برضه بيطلع كده يحكم لا. فيه شغل يتعمل معه ولا بتعملش. اللي ميجي نتكلم هو في الموهبة هو مش مهوب يعني كحكم مش مهوب. أي. لان احنا الموهبة لما يكون حكم مهوب يضغط كتير جدا جدا من المذاكرة القانونية. بسبب. بسبب. نيجي نتكلم على حاجتين كابتن ايمن في ناحية الفنية وناحية البدنية. هو في البدنية بسمنا من شاء الله يعني بيمتاز بالسرعة والخطوة مفتوحة. وبيستغل عناصر السرعة كلها من سواء تحمل عام تحمل سرعة أو سرعة القصة عند اللزوم. بيتحرك قوي 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 بيجري كتير في المالة. ولكن نيجي في الجزء الفني بقى اللي هو المهم. في البداية احنا اختلافنا معاه في بعض المخالفات الفنية كابتن الشريف. أول حال انا اختلاف معاه اللي هو الخطأ اللي تم ارتكابه ضد أفشع على حدود مطيقة الجزاء. الخطأ يعني الخطأ موجود والعرقلة موجودة. وانا فوقت ان هو خلى اللعب يتوصل واستمر. ده كان يجب عليه ان هو يحتسب هذا الخطأ. هو لو عنده نحل فنية كان ممكن يحسب هذا الخطأ. كمان لما نقول الحكم كمان عنده ثقة بالنفس الشخصية التحكمية حالتين في ركلة ركنية. هو استنى الحكم المساعد. لا انت في حاجات انت كحكم انت اللي شايف. يعني اللي نهاردة عنده حالتين كان يجب ان هو يحتسب فيه ركلة ركنية. وراح للحكم المساعد. منهم واحدة ما خرجتش وتلعبت. والحكم ساعد ايضا ركلة مرمى. ومنهم واحدة كان المهاجم بتاع المراسي هو اللي خرجها. وبالتالي كان مفروض يحسب ركلة ركنية راجئ حسب ركلة مرمى. نتيجة ان هو فنيا برضك مش عالي او كابتون شريف. نروح له الاخطاء والعقوات المضافطية. اكتر من مخالفة تستوجب البطاقة. وهنا المعيار عنده يعني المعيار. هو مش هنقول ان هو ظلم ولكن هو مش مزاكر كواس او. احنا قلنا الاخطاء الفنية والعقوات المضافطية. لابد ان انت تزاكر وتحفظ كواس اوي اوي. امتا دي تاخد النظار للتهور. وانت دي ما تاخدش النظار للإهمال وهكذا. هو كمان في الناحة الفنية. شوية في العقوات المضافطية كان عنده مشكلة. كمان المساعدين النهاردة كان ليهم دور كبير جدا. من ايمن. مساعد رقم واحد نهاردة كان فوق رائع وامتياز. هو كمان مساعد رقم اتنين اداله اكتر من مخالفة داخل مدين اليوم. بشكل عام. احنا بنتكلم على ما جيتي. بنقول ان هو خمسة وتنين. ما زال حتى الان عنده الفرصة ان هو اشتغل على نفسه. احنا قلنا نتكلم في الحكم. مش بس كمان في العمل. بيجي في فيديوهات كابتن بيتفرج عليها. حالات التحكمية تفرج عليها. عشان يقدر ان هو يحل الحالات التحمية بشكل جيد. كويس كابتن. اعيز اتكلم عن تقييم حضرتك العام بحكام البطولة. بزائت كمان تطبيق تقنية الفار. وايه اللي ينقصنا بقى بالذات هنا في مصر. علشان التطبيق ده بالطريقة دي. بالاسلوب دي. بالاسلوب ده. اللي لما بيبقى فيه واقعة. ما بتاخدش اكتر من عشرين ثانية. ولا تلاتين ثانية. مش زي اللي عندنا منوعة خمس وست دايين. وكمان في الاخر ايه القرار يتعغل. اه تأكيدة ان اللي يتكلم حتى كابتن ايمن نهاردة في البايرن وكابتن شريف وكابتن هاني قاعدين. واحنا كانت فيه حالة تسلل. خذي تأديها كابتن شريف. عشر ثواني بقى. عشر خمشة سانة. لا واحنا واحنا مع الحالة احنا كلنا جمانية. واحنا لسا بنتكلم لحاجة من قرارات. احنا نكلم فيه تقنية. فيه تقنية لابد ان هي تكون طبقا ليه تقنية الحديثة. زي اللي هي موجودة في كاس العالم منها كابتن ايمن. هنا عندنا نتكلم بامانة. ده عدد الكاميرات يا كابتن نهاردة. التقنية عندنا مش متكاملة. عدد الكاميرات وكابتن شريف حاجة مهمة جدا جدا. تمركز كمان الكاميرات كابتن شريف مش بس العدد. تمركز لان زودة التسلل هي لها كاميرا خاصة. عشان اقدر النهاردة انا كاوبوريتر ازبط الخطوط. لابد ان يكون الحكم المساعد وراء كاميرا تقدر تثبط له التسلل. كويس. واللقاعد جوه. والاوبوريتر ده مهم جدا لانه ده راجل بورفشنا كابتن ده. على طول هو حافظ. عارف هو بيعمل ايه. لما بيطلب منه ان هو هاتلي دي بيجاب له دي. مش لسه حيتعلم. مش لسه حيبتدي. وده اللي بيخلي الحالات اللي عندنا بتاخد وقت كبير جدا. لان اللي موجود على الاوبوريتر واللي. والتقنية مش طبقا ليه. طب حضرك تنصح بايه بقى علشان نبقى نوصل للمستوى ده. تمام كابتن. احنا نهاردة الاتحاد الكرة هو اللي قال الكلام ده مش انا اللي قلته. هو قال ان التقنية تم تطبيقها هنا. كان هناك بعض القصور في الشركة اللي هي كانت خادت التقنية. وهو بصدد ان هو يبتدي يعني مع الشركة اللي موجودة. يا اما يبتدوا يجددوا ويحدثوا. او ان هو يتعاقد مع شركة تانية خالص تطبق بشكل تبقى للمعايير بتاعة الاتحاد الده. ده الاتحاد الكرة. تقييمك العام بقي الحكام البطولة. بالضبط. هو اللي يمكن حاكم المبراتين له النهاردة اللي هو الحاكم والل رجواني اللي هو .... حاكم المبراتي اللي هو مبر động المبين الامعي وانا النهاردة هو حاكم المبارات النهائية. بشكل عام احبت ك Landing اقول النهاردة البطولة كان فيها الحاكم من الامارات العربية الشقيق اللي هو محمد عبد الله. فاكد من الحكام اللي هم أد وكابت الشريف أداء سهل جدا جدا متميز ما حدش حس به حكم بي زاكر ممكن المحمد أنا عارفه ويمكن حدارهم أفترى يعني حقيقة أداء فوق العادة يعني بالضبط كده أداء محمد أداء أداء ولا أرواح سهل جدا وكمان فاهم وعنده موهبة كابت الشريف واستغل كمان إنه هو دايما عندهم في الاتحاد الإمارات عندهم دايما الكروسات بتيجي هناك عندهم وابتدي بيطور ما طلعش كارت مع إنه هو مشهور بالكروت وبالاتخاذ الكرارات الصعبة وما بيخافش وعنده جرعة فضيعة الماتش ده أكيد إنه بيتفسح بزبط كده أنا أنا شايف إنه يمكن محمد أنا من وجهة نظري مش متعاطف مع الإمارات والحكم الإماراتي أنا شايف إن محمد عبد الله من وجهة نظري أنا من أفضل حكام كابتن أيمن اللي كانوا موجودين مع احترام الحكام كلها اللي كانت موجودة هو من أفضل حكام سوى كان بدنيا أو فنان أو موهبة أو دراسة أو فهم لي كان محمد عبد الله باني